يعيش مسؤول الإسماعيلي في حيرة بسبب عدم التزامهم بقرار لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منح نور الزمان الزموري قل بدفاع الفريق الأول لكرة القدم 150 ألف دولار مستحقاته المالية المتأخرة حسب الموعد المحدد أمس الأحد وكان مجلس الإسماعيلي برئاسة يحا الكومي قد فوجئ بقيام وكيل أعمال نور الزمان الزموري الوافد من الصفاقس التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة تقديم شاكوى للاتحاد الدولي للعبة تفيد عدم صرف مستحقات موكله الأمر الذي سبب لهم حرج شديد بعد وصول إنظار فيفا لهم الإسبوع الماضي ضرورة تسليم اللاعب حقوقه المالية قبل الأحد المقبل تقدر الإشارة لأن المسؤولين بالإسماعيلي حوالوا استدعاء نور الزمان الزموري للجلوس معه وطمأنطغ أن مشكلته في طريقها للحل ولا داعي للجوء مرة أخرى للاتحاد الدولي الفيفا دون اختارهم بمطالبه المادية لتسويتها بالطراضي لكنه تهرب منهم وطرك وكيل أعماله يتصرف في هذا الملف الشائك بكل المقيس ترجمة نانسي قنقر